السلام عليكم اهلا وسلم بيكم فيديو جديد مع عمر دايزر الاخبار يا جماعة ان شاء الله يعني بخير ونهاردة اخيرا عندنا حلقة جديدة من سلسلة اختراعات قوية من الانترنت بقلنا فترة مقاطعة من سلسلتي بس هترجع بقوة ان شاء الله ونهاردة معاديكم مجموعة من الحاجات المتنوعة المختلفة جدا مفيش في معاين الاختراعات اللي معاين نهاردة بس اقدروا لكم من كلها حاجات قوية جدا فخلينا بدأ بالحاجة الصغيرة الاول اوكي خلينا بدأ بالاختراع رقم واحد وده جايلنا من سوني وده اعتقد فيه ناس كتير ما زمعتش عنه اصلا انتوا كده عرفين خطوط السماعات المشهورة من سوني بالاساميل غريبة بتاعتها ال WF و WH ده غير ده من خط اسمه end zone وده سوني بدأت فيه من فترة مش طويلة وده بترجط اكتر الناس اللي هي في الجيميج نوعانا مش لازتكون جيمير مش لازتكون جيمير عشان تستفيد بها بس لو انت جيمير يستفيد اكتر سوني ملاحظ لها فترة مركزة مع جانب ال PC يعني مش بس البلاي ستيشن لأ كمان بتركزنا تنازل جيمس دعيتها على ال PC وتام الأجهزة كمان مخصوصة للناس اللي عايز تلعب جيمس بلاي ستيشن على ال PC عملت مونيتورز وعملت سماعات جربناها بلكده من خط ال end zone والمراضي كمان عندك in ear بقى لكن طبعا مش بتشغل بس مع ال PC السماع دي اسمها end zone buds بديك مع استقرارات لطيفة مسات مختلفة ل ear tips وعندك كمان كابل اكيد يو اس بي سي والكيس تعتبر اكبر بشوية من الكيس التقليدية بتاعت السماعات الموبايلات بس دي زي ما تفتح لكم مش سماعة تقليدية لما تفتح الكيس هنا هتلاقي قدامك السماعة لكن معها كمان حاجة تانية بنتشوفهاش والحاجة هي عبارة عن دونجل زي ما تشعفين دونجل يو اس بي سي احكي لكم عليها التفاصيل اكتر لوقتي بس دي نشوف شكل السماع نفسها الاول زي ما تشعفين السماعة يعني اكبر شوية من المعتاد المساحة اللي برا دي زي touch area تغط عليها عشان تغير كنترولز والشكلها شابه جدا ديزاين حاجات البلاي ستيشن لو بسيت عليها مخانطها بالكنترولرز والبلاي ستيشن نفسها طبعا هي نفس الاجواب وعلى فكرة مريحة في الويدن عشان تشعر الجزء يعني الجزء الكبير ميش يدخل جهو ويدنك بيبقى بارز اللي برا الشكلها اكبر شوية من عادي لكن مريحة ولطيفة ماذا مختلفة؟ ماذا مختلفة؟ المختلفة هي الجهاز التي تعملها معها وتركيزها على الجيمينج زي ما شاهدنا من السماعات إنزون قبل كده الدونجل يحاول مع سويتش بيحاول ما بين البي سي والبلاي ستيشن فايف او الموبايل دي فعالية تربطها مع موبايل مع الكمبيوتر ومع البلاي ستيشن فايف والكونيكشن هنا بشتغل عن طريق الدونجل دي اللي انت بستخدمها مع البلاي ستيشن او مع البي سي في حالة الكمبيوتر يكون 2.4 جيجا هرتز وايرلس مش بلوتوث ويجعل الاتنسي أقل بكثير من اي سماعة بلوتوث تشبكها بلاي ستيشن او بل بي سي ودي حاجة مهمة جدا في الجيم كما تعرفين لكن ليس بس كاتر كما تربطت الموبايل عن طريق البلوتوث إذا بيدعم حاجة اسمها بلوتوث اللي هو اللو انرجي بلوتوث او موبايلات الحديثة تدعم هذا النوع من البلوتوث لكن لا تتأكد أن موبايل بيدعم هذا النوع وإلا مش هتشبكها عن موبايل إلا عن طريق الدونجل وتنزي بحاجة غير عملية شوية لازم يكون موصل دي هنا عشان تشبكها عن طريق 2.4 جيجا هرتز ميزة البلوتوث ال اي هنا بيخلي البطارية مجنونة غير الاتنسي برضو ممتاز البطارية وانت بتسمع او بتستخدمها في اي حاجة مع موبايلك ستعود 18 ساعة غير طبعا الكيس نفسها 18 ساعة ده رقم هستيري أساسا اما مع البلاي ستيشن 5 او مع البي سي فهتوقض معك حوالي 11 ساعة وتستير رقم ممتاز وعلى فكرة السماعة ده فيها اكتف نويز كنسلاشن هنتكلم عندي دلوقتي بس الاول جودة الصوت دي فيها نفس الدرايفرز الموجودة في ال اكس ام 5 الصوت فعالي ممتاز هنا في سيباريشن وبتسمع لو يكون حد جاي وراك ومعرفش الحاجات المهمة وانت بتلعب جيميج والصوت جيمي مينيوم الشمال وفيها كمال تعمل التمبست اوديو مع البلاي ستيشن فهتاخد 3D اوديو وانت بتلعب بلاي ستيشن 5 فهي مناسبة جدا للجيميج ومع الدونجل ده حرفيا مفيش اي ليتنسي صعب جدا تطلع اي لانج او بطء مبين الصوت اللي انت سامع واللي بيحصل على الشاشة فعاليا بيحصل انستانت مربوطين مع بعض في نفس اللحظة ودي حاجة ممتازة بفضل الدونجل ده وطبعا لو انت عندك بي سي وعندك بلاي ستيشن وعايز تنقل ما بينهم بسرعة مجرد تسويتش دونجل دي وتنقلها من هنا الهنا يكون موضوع لطيف بنفس السماع بدل ما تشتري اتنين واذا تعمل مع موبايلك يكون ميزة اضافية كمان الكنترولز تعمل كويس عبارة عن تاتش زي ما قلت لكم تعمل باللامسة على السماع الشمال الكويس جدا بس مش احسن حاجة عملتها سوني اكيد السماعات التانية المخصصة لجانب الاوديو اكتر نوز كنسيليشن فيها كان اعمق دي اعتبر كويس لعزل يعني شوية اصوات التكييف والمراحمة الى ذلك بس عمتال انت في الجيمينج مش محتاج او نوز كنسيليشن عند الدنيا بتبقى دوشة عمتال فانا شايف سراهنا اضافة لطيفة لناس اللي عندها بلاي بستيشن 5 وعندها بي سي وبتنين وبين الاتنين ونطلع فيها انها مفهاش بلوتوث التقليدي فما استقررش تستخدمها مع اي موبايل لازم موبايلات اللي فيها ال اي لازم تتأكد نقطة دي في موبايلك وإلا مش هتشتغل إلا بالدونجل بس اختراع لطيف من سوني اكيد للجيميرز اوكي نحاول بقى على الاختراع التاني وانا متحمس لده جدا عشان دي جيلي جديد من حاجة انا باستخدامها دلوقتي حالا وده المفروض هدينا سرعات خارقة الاحدث حاجة واقوى حاجة دلوقتي استعدوا جماعة للتعرف على الصاروخ ده مبهارة عن حاجة اسمها ROG Rapture GTBE 98 ده الوحش الجديد من اسس والباكجينجو ردي زي ما انتشافين شكله خطير عندك الخطوط دي بتحسسك انه قدام فيه زي شاشكات شوف اللوغو من هنا او تشوفها ROG شوية او حتى كنت بتعمله سلايد كده كأنه بيتحرك شكله كول ده برعا روتر بس ما تخدش كلمة روتر هنا بسهولة ده مش روتر عادي خلينا طلعهم من السليف ده ده الحركة دي زي ما انتشافين بقى يكشف لك سر ان هما اتنين داخلين في بعض كده والبوكسوريت زي ما شايفين املاق عند انقاطق كده الروتر اللو بيستخدمه حالين هو جيل فات من ده ده كان روتر واي فاي سيكس اي صاروخ بصراحة بيقضي كل شغل للستوديو بامتياز في الابلود والدومنوده وده بقى يعتبر روتر واي فاي سيفن كواد باند واي فاي سيفن وحكيلكم ده معناقي دلوقتي الباكيجين جسطوري وشكل الروتر جماعة واو اتفرج على هذا الشيء عملاق اولا وشكله رهيب جماعة وصل الحجبة دي اوكي ده حاجة كبيرة جدا جدا وده طبعا الانتنز بتاعته خلينا نطلع من هنا ونشوف فعاليا الهي اوكي ده الشكل الوحش بعدها بتشيل كل استيكارات كل اوراق اوما الازلك رهيب هو حجمه عملاق والانتنز طبعا بتتحرك يمين شمال ماشي طرف توجهها بزوايا مختلفة حسب الحيز اللي بتحطه فيه ده روتر كبير جدا بس انت هنا مش بتدور على روتر وخلاص انت بتدور على احسن روتر فعاليا وكلمة جيمينج روتر ممكن انت حسستك لها لازم اكون جيمير عشان استخدامه بس فعاليا جيمينج روتر يعتبر لو انت عايز روترز فيها احدث حاجات هتلاقيه في الجيمينج روترز مش بتضرورة تكون جيمير يعني كتير جدا من الحديث الليواتي بتنزل مع دعم واي فاي سيفن وبنسمعها تريعا في غالب الموبايلات وايه الفرق بين واي فاي سيفن واي فاي سيكس اي في حاجة كثيرة اكيد الحاجة الاساسية فيها هي السرعة مقارنة ما بين واي فاي سيفن واي فاي سيكس اي ده ممكن يكون اسرع 2.4 تايمز روتر ده اسرع من قبل حوالي مرتين ونصف ده حاجة مجنونة عشان الريدي اللي فات سريع جدا لما توصل الراوتر بيناور لك الال اي ديز اللطيفة جدا تتعدل فيها على فكرة تخليها تنور زي ما انت عايز وفي زرار هنا كمان لها ودي برزة كده كل بيكسل احساسها اللطيف جدا وعندك تبريد احسن المرة دي انا ما كنت حسس مشكلة حرارة بس عندك تبريد احسن لما انت بتحطه في مكان مفوش تكيف وما الى ذلك وعجباني جدا المنطقة الشفافة تعملتش حاجة معينة هي منظر بس شكلها كول طبعا الموضوع مش بس ويرلس عندك مداخل وما خارج كتير اهم حاجة عندك اثنين اثنين جيجابيت اثير نيت عشان تاخد اسرع كونيكشن فعلا وانت متوصل بالجهاز من البشرة انا اتركوا في الهول بيا من حاجة اسمها كواد باند واي فاي سيفن يعني ايه كلام ده يعني انت بعض الراوتر اذا تلاقي اثنين نتروك واحدة اسمها 2.4 جيجا هرت واحدة اسمها 5 جيجا هرت ده بيطالك اربعة فيه 2.4 دي مشهورة فيه اثنين خمسة جيجا هرت وفيه واحدة فيهم كمان 6 جيجا هرت المميز كمان الستة دي اسرع بكتير من الستة جيجا هرت ده قبل كده بصو الموضوع فيه شوية كلام معقد في الناتروكس بس ممكن ابسطته بمثال لطيف تخيلنا عندك شارع الشارع ده مثلا حارتين الحارتين اللي بيخطوا عدد معين من السايرات اكيد رايح جاي ولكن انت فجأة خلية الحارتين دول بقوا ستة حارات او ثمان حارات الفرقة هيكون مهول تقدر تساقد عربيات وصائرات اكتر بكتير في نفس الشارع هيا نفس الفكرة الستة جيجا هرت دي الباند ويت بتاعها يعني عرض الشارع بتاعها بقى ثلاثمائة وعشين ميجا هرت دي حاجة بتعمل لأول مرة فبيخليك تقدر فعليا تزود الداتا الرايحة جاية في الشارع ده اكتر بكتير من قبل كده هناك حاجة لطيفة جدا اسمها مالتي لينك أوبريشن بتخلي مثلا موبايلك بدل من يشبك بس على نترك واحدة الـ 2.4 او 5 يقدر يشبك على كزا واحدة ويحاول ما بينهم اوتوماتيك بيعمل سويتشين اوتوماتيك عمطالي يستخدم الراوتر طبعا وده بيخليه ما يفصلش نترك بيخلص نترك مستمرة وفي نفس الوقت بيخالي بياخد احسن سرعة من كل واحدة فيهم هناك حاجة اسمها triple level game acceleration دي حاجة برضو بتستخدم البروسيسور الموجود هنا فعليا فيه quad core processor في الجهاز ده عشان تقلل الping الping طبعا هو عدو الجيمينج كده هتكون كل حاجة سلسة من غير من غير ما يكون فيه تقطيع وتأدي وقتها اقل في اللوبي لغير من طبعا الجهاز بيتعرف انك موصل جهاز خاص بالجيمينج وبتلعب جيمينج وبتدي له اولوية مقارنة بالجهزة التانية وده حاجة تريد تستبها وتزبطها برضو عن طريق الابليكيشن فعليا مثلا موبايلك حتى بتلب عليه جيميك او الوية او بلاي ستيشن او بي سي وما الى ذلك الموضوع معاقد هنا وعشان تجربة بسيطة دعنا نقارن السرعة مع الواي فاي سيكس اي والواي فاي سيفين على نفس سرعة الانترنت المبهودة في الستوديو هنا اوكي شوف انا حاليا متوصل بالواي فاي مش الراوتر ده لكن الراوتر جيل فات الواي فاي سيكس اي زي ما شايفين بيطلع لك كذا نتورك كلام ده ممكن تزبطه انت في الابليكيشن الانترنت المتوصل بالستة جيجا المفروض هي اسرع حاجة ودير بيديني واي فاي سيكس اي وهتلاقي مكتوب عندك في علامة الواي فاي بتطلع لك هنا احيانا بصراحة سرعة رهيبة جدا من تجربتي بس دعنا نعمل سبيد تست عشان نعرف نقارن لما نوش بيبوي الواي فاي سبن البيينج ده انا عشرة زي ما شايفين ودي الدونلود تقنو مية وشوية وماشي كويس جدا دخل في التسعميات سرعة رائعة زي ما شايفين يعني انا مش بعاد عن الجيجا فعليا ده في الدونلود والابلود بصراحة في الامراط خارج جدا زي ما شايفين طلعت تسعمية وشوية الابلود اسرع من الدونلود بس الاثنين زي ما شايفين سرعة رائعة دلوقتي ما نروح اوصل الراوتر ده عشان يكون الراوتر الاساسي وارجع لكم تاني وفي حاجة لطيفة انت لو عندك روتر اللي فاتت من اسوس حتى مش محتاج بترميهم ولا لازم تبدل السيستم انت ممكن تعمل يعني توصل الراوتر ده بالراوتر بتاع الجيل الفات وده كل اساسي انا عامل كده فعليا ربط الراوتر الجيل الفات من ده مع جيل اللي قبليه في عمل نتورك مختلف لكن كل حاجات تشاهدكم عضيها وده حاجة ممتازة زي ما شايفين في الستوب من خلال اسوس عندك الكواد باند عندك ال 2.4 تختار لها النام والباسورد وعندك اثنين 5 جيجا هرد تختار لها النام والباسورد وعندك الواي فاي 6 تختار لها النام والباسورد وممكن تشغلهم او ضط فيهم ومعايز تخالي فيه كذا باند او مش عايز كذا باند زي ما انت عايز الوقت التجربة زي ما شايفين مكتوب 7 جانب علامة الواي فاي قبل من نعمل التست غلينا نقول لكم انت ممكن تضحبط شوية من رقم لشان احنا دلوقتي هنبقى مربطين او يعني الليمت بتانها هيبقى سرعة النيت اللي انا مشترك فيه مش سرعة الروتر نفسه يعني من نعمل التست الآن او دوس جو هيجيبلي البينك زي ما شايفين تمانية او تسعة رقم ممتاز وصرعة النيت زي ما شايفين او صرعة الداونلود اعتبر قريبة جدا من اللي كان معانا في واي فاي 6 ده مش عشان الواي فاي 7 عشان اشتراك النيت بتاع اصلا سرعة الانترنت فيه تقريبا ستمية ميجا وانا جايب كمان دلوقتي تسعمية او تسعمية واربعين اعلى شوية و تسعمية واربعين اعلى شوية برضو من اللي كان في الواي فاي 6 اي بس انت فعليا لو عندك سرعة نترنت توصل لحد خمسة وعشرين جيجا بشكل ما الراوتر ده يدعم لك انك تاخد سرعة الكاملة فهنا سرعة النيتورك الواسعة وتفتح لك رهيب لو انت سرعة نترنت تعليق في المكان انت فيه طبعا ما زال باند ويدث الاعلى اللي حكينا عليها من شوية انك مش هتحس بطء في اي مرحلة من اليوم يعني انت دلوقتي سرعة كده لكن على مدار اليوم ممكن تطلع وتنزل او لما تبعد شوية عن الراوتر او اجهزة كتيرة شبكة كل الكلام ده مش هتأثر في اي حاجة فحليا عشان ده روتر هيأمنك لكل حاجة انا هعمل علي تجارب اكتر ان شاء الله ان شاء الله في الفترة الجهة ويستخدمه كراوتر اساسي واذا في حاجة جديدة هبعملكم عليها ان شاء الله ابدأ بعد كده اوكي نحاول الاختلال بعد كده هو يعفضوا حاجة كبيرة ولكن فعليا اعتبر ميني هذا الشيء جامعة جاهلنا من شركة سانهايزر الشركة المشهورة جدا في عالم الصوتيات مايكس اي حاجة خاصة بالصوت ليس من الحاجات رهيبة بصراحة عندهم سمعات خارقة عندهم ساوند سيستمز منتازة وده اعتبر ساوند بار من سانهايزر ولكن زي ما تسمع ذو الاسمي اعتبر ميني ده نسخة مصغرة من الامبيو وما فيش تنازلات تاني من لاحية الصوت رغم الحجم الصغير الساوند بار زي ما تسمع صوت حلو لازم يكون طويل كده وكبير وياخد حيز هنا لا اهو ده جامعة الساوند بار مني وفي عالم الساوند بار زي ما تشاهدين ده اعتبر حجمه صغير جدا لكن اداء هنا ممتاز على هذا الحجم وكمية الامكانيات الموجودة فيه عشان سانهايزر عمتها متعملش حاجات تعبانة التصميم زي ما تشاهدين لطيف مسطح كده من فوق وجايلك بأج كده دوران كده كول وطبعا الوش عبارة عن فابريك كده او ميش لطيف وده ممكن تحطه تحت المونيتور تحت التلفزيون تحت اي حاجة عشان تستخدمه معاها وعندك مجموعة طبعا مداخل عشان تقدر تتبصوا باي حاجة اولي اعتبر هو مدخل واحد اساسي فعالين هو اتش ديم اي وده اعتبر فعالين هو كمان عشان لو عايز توصله بالتلفزيون وده اخد الصورة والصوت من نفس المدخل عندك كمان هنا الباور وطبعا مدخل يو اس بي عشان لو عايز توصل اي حاجة من هنا وعندك زرار متاع السيتب وطبعا بيجي لك معاك كمان الريموت او ده الريموت شكل وطيف وحاجة مشكوية زي ما تشايفين وعندك مجموعة من الحاجات اللي تسهل حياتك اليومية تشغل الحاجة المفضلة عندك والحاجة التي تشغلها مثلا تشغل فيلم تشغل ميوزيك تشغل اخبار سبورتس تختار الصوت جاي منين تعالي وتوطي وعندك كمان النايت مود دل عشان تخلي المكسيمم فوليوم ما يكونش اعلى حاجة عشان منصحيش الجراني ونسلمين في البيت وعرفش ايه يعني ده تتحكي في كل حاجة فعالية طيب ايه المختلف هنا المختلف زي ما ندرككم الحجم لكن في نفس الوقت الاداء والدعم الحاجة التي ستعايزها من ساوند بار متطور ده عندك هنا اثنين درايفر اسكو بار واربعة ووفرز وعندك كمان دعم لثري دي اوديو وعندك فعلا دولبي اتماس سيرتيفكيشن مع الساوند بار الصغير ده وديه حاجة لطيفة جدا وعندك كمان اربع ميكروفونات عشان هوا يسلف كالبريت يزبط نفسه على حسب مكانه في القوضة ومساحة القوضة هوا فيه على الحجم اقول بصراحة الصوت هنا ممتاز انا ما توقعتش العلوه هنا بصراحة الفوليوم عالي جدا على الجهاز بالحجم الصغير ده وداموا ناسة ازاي ما تلكم اكتر حاجة للناس اللي عندها تليفزيون صغير او مكان مفوش مساحة كبيرة لانك تعود ساوند بار كبير او استعمل أبجريد من صوت التليفزيون او شاشة الصغيرات اللي تستخدمها عشان تاخد ليفل اعلى بكتير ده حاجة مناسبة جدا الديزان بسيط لك في نفس الوقت شيك وحيبندي مع اي مكان كويس وعندك كنترولز كمان موجودة فوق فتلت تحكم في الفوليوم حتى وانت معدي كده من جنب الجهاز بشكل بسيط هناك استعمال من سينهايزر تساعدك في وتصبيت الصوت على مزاجك وكلمة أميو هنا هي التونيك بتاع الصوت هو اللي بيتضبط حسب كل واحد وما كانوا بالضبط وما إلا ذلك طبعا عندك دعم البلوتوث وعندك كمان كروم كاست وإير بلايت تشعر اي حاجة موبايلك عليه مباشرة بسهولة بس كما شاهدت ما فيش غير مدخل اتش دي ام ماي واحد بس هنا فم يتفعش توصل اكتر من جهاز بالساوند باردة اول حاجة تحضر فعليا لما استخدم ساوند باردة مقارنة تلفزيونك التقليدي هو الفوكال زي اصوات البني عدمي دي هتكون اكتر حاجة واضحة فعليا من هنا هتاخد نقلة كبيرة جدا تبقى سامع فعليا والفوليوم الاعلى طبعا دي نقطة تانية لكن مش هتاخد احسن بيس هنا الحجم الصغير برضو اكيد في بيس لكن متتوقعش بقى انفجار محتاج صبوفر عشان هذا الموضوع نقطة ثانية برضو اضعها فعليا لكن ده مش رخيص صغير ده جاي من سنهايزر فاكيد حاجة تعتبر براند محترمة في الصوتيات وفيه كمبيتيشن قوي جدا في هذا المجال فانا اقول الميزة الاساسية هنا او الحاجة اللي تخليك تختار هذا الاختراع تحديدا هو لو انت ما عندكش مساح او مش عايز انا شكل الساوند بار الكبير ده او عنديش مكان لتلفزيون اللي مكان تحت التلفزيون الحاجة كبيرة او تلفزيون صغير وده ده الحاجة اللي تفكر فيه لو عايز صوت محترم لكن اكيد فيه اوبشنز تاني لو عايز الصوت الاقوى والباس وما الى ذلك او على فكرة ستركونا بيدعم امازون اليكسا وجوجل اسيستنت لو عايز تشغل بصوتك اي حاجة هنا تشغل ميوزيك تشغل اي حاجة تسألها سئلة زي ما انت عايز والحاجة الاساسية برضو انهو دول بيتموس في الحجم الصغير بس احاول حاطركم لينكات لكل حاجة قمت بتاعنا نهاردة في صندوق الوصف تحت الفيديو واكتبوا لك رأيكم في التعليقات اخترى حاجة وايضا كان فيه حاجة اربعا حسيت الحلقة اطولت فنخليها لحلقة الي جاء انشاء الله ها دعواجيكو الفيديو اجتنسوش لايك ارامي في التاشتراك في قناة انش شاهدوا برس ما في سابقة احجيات كتير قوية جاية شيء متابقين على استجرام فيس كويتر ارجو تحت الفيديو سلام ترجمة نانسي قنقر